موسيقى 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 مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم نشرة خاصة للامارات العربية المتحدة وعمان اعتبار مساء يوم الجمعة وحتى مساء يوم الاحد فالخرائط الجوية بنلاحظ ان هذه المنطقة منطقة دول الامارات العربية المتحدة وكذلك منطقة عمان ستتأخذ بحالة من عدم الاستقرار الجوي قوية هذه الحالة ناشئة عن تدفق هواء دافئ ورطب قادم عبر بحر العرب وأصله من المحيط الهندي وأيضا هذا على السطح يلتقي مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا ينتج عنها حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تأثير مساء يوم الجمعة وتستمر حتى مساء يوم الأحد وينتج عن هذه الحالة الجوية سقوط زخات قوية من الأمطار مساء يوم الجمعة الجنوبية الغربية من الإمارات وأيضا منطقة الإحساء في السعودية تمتد تدريجيا إلى المنطقة الوسطى والشمالية من الإمارات يوم السبت ذروة هذه الحالة ستكون يوم السبت ينتج عنها أمطار غزيرة وعواصف رعادية وبرق وبرد ورعد ورياح شديدة أيضا قبل الهطول تكون مثيرة الغبار والأترب وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا تدريجيا بعد ظهر يوم السبت تمتد إلى منطقة عمان المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية وأيضا الشمالية الغربية من عمان تكون الأمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجرعين السيول وحدوث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه بشكل واضح وكبير أيضا يرتفع الأمواج في بحر عمان بحيث تصل ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 متر وأيضا ترتفع الأمواج يصبح الموج عالي الموج والبحر مضطرب في منطقة الخريج العربي على سواحل الإمارات العربية المتحدة هذه الحالة تستمر وزي ما حكيت ذروتها بتكون يوم السبت تستمر حتى أيضا يوم الأحد أو مساء يوم الأحد لكن اعتبارا من ظهر يوم الأحد تبدأ الحالة بالتناقص وإنها تضعف تدريجيا بدءا من المناطق الغربية من الإمارات وتدريجيا أيضا تتحرك باتجاه الشرق لكن تكون قوية على الأراضي العمانية وتستمر في منطقة عمان خاصة منطقة الشمالية والشرقية وأيضا حتى تصل منطقة مصقف تستمر قوية حتى مساء يوم الأحد بإذن الله لكن بعد مساء يوم الأحد تضعف حتى في منطقة عمان نتمنى الجميع السلامة وإلى اللقاء إن شاء الله